نرجع تاني لمسألة أني خايف على أولادي من بعدي فبضطر لسبب أو لآخر أني أقول والله إيه؟ أنا عايز أكتب بقية حاجاتي أو ممتلكاتي أو ما إلى ذلك أكتبها لأولادي علشان ما يحصلش نزع ما بينهم وما بين أعمامهم المسألة دي إيه ضوابطها اللي أقدر أحطها في سياقها علشان أبقى أتصرر في التصرف ده بشكل صحيح يعني لا أأخذ عليه شرعاً إيه الضوابط 1-2-3؟ أولاً الإنسان هو على قيد الحياة له أن يتصرف في أملاكه كيف يشاء طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا التصرف كيف نشاء لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذه التصرفات لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا؟ عندك حرية التصرف لكن تعالى كذلك عندك حرية التصرف بقدر ما أنت مسؤول عن هذا التصرف طيب ولكن السؤال التالي المباشر بعد هذا طيب وهل أنا علشان عندي حرية التصرف ممكن أعمل لأ عايزه؟ بدون ضوابط لا طب ليه؟ علشان تعفي نفسك من المسألة أمام الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتصرف تصرفا صحيح طب إيه هو التصرف الصحيح؟ أول حاجة أنني لا أعطل أحكام الميراثة فأنا ما كتبش كل التاليكة لأنني لو كتبت كل التاليكة فقد عطلت أحكام الميراثة حتى لو أنا على خلاف مع كواتي؟ حتى لو على خلاف ليه؟ زي ما قلنا قبل كده أن الإنسان ليس هو المالك الحقيقي للمال المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى ولكن كل واحد فينا مستخلف على حاجة صغيرة كده من أملاك الله سبحانه وتعالى ولكن في النهاية ولله ميراث السماوات والأرض وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين نحن عندنا حاجة صغيرة كده بنوهم نفسنا أن نحن نمتلك نحن نمتلك ولا حاجة نمتلك كلها منا وعطف من الله سبحانه وتعالى فلما نيجي نتصرف لازم يكون حاضر في أزهلنا أن الأملاك اللي عندنا والأموال اللي عندنا ما هي إلا لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى استخلفنا على هذا المال وأمرنا أن نتصرف فيه على نحو أراده وهو سبحانه وتعالى وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نعطل أحكام المراث الأمر الثاني لو أنا هكتب بعض أملاك لبعض الورثة لازم يكون عندي مبرر شرعي قوي يكون عندي مستند في أنني أفعل كذا أو أفعل كذا أو أفعل لهدف ما؟ نعم ربنا ينور بصيرتنا جميعاً